ستمائة وثمان وخمسون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد سجلتها ليبيا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بزيادة تقارب المئة إصابة عن حصيلة يوم أمس تسجيل الإصابات الجديدة بكورونا جاء عقب أخذ ثلاثة ألاف وخمسمائة وست عينات من مدن ليبية مختلفة كان للعاصمة طرابلس النصيب الأكبر منها ب237 حالة بين مخالطة وجديدة أما بخصوص التعافي من الفيروس فقد سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 666 حالة شفاء في حين شهدت الوفيات عددا كبيرا بتسجيل 17 حالة أربع منها في منطقة واحدة هي باطن الجبل إجمالي الإصابات في ليبيا بلغ 31 ألفا ومائتين وتسعين أما المتعافون فقد أصبح عددهم 17 ألفا وخمسمائة وثمانية في حين بلغ عدد الوفيات منذ دخول الفيروس إلى البلاد شهر مارس الماضي 491 حالة موسيقى